موسيقى أهلا وسهلا بيكم كل مشاهدي قناة الحياة والنهاردة معاعدنا مع برنامج العيادة وعيادة السمنة طبعا كل سنوات طيبين الجو ابتدى يسقع والسقوع جت فجأة ومكناش مستعدين ان الجو يكون بارد كده النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الرجيم في فصل الشتاء وازاي اللي عايز يبتدي يعمل برنامج دايت او برنامج رجيم يقدر يبتدي في الشتاء واللي كان بيعمل بقاله فترة يقدر يكمل في فترة الشتاء لان دايما بنقول على الشتاء الفصل الزهبي لانقاص الوزن مستني كل اسئلتك وكل اتصالاتك على الارقام اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي كتير ممكن يستغرب او يستعج بالكلمة اللي انا قلتها ان الشتاء الفصل الزهبي لانقاص الوزن كل الناس بتعتقد ان الصيف عشان بيبقى الجو حر فبنعرق اكتر بنقدر نبزل مجهود اكتر فمعنى كده ان دا بيكون مترجم لخسسان اسرع او طرق خسسان اسرع في فصل الصيف على العكس احنا الشتاء بالنسبة لنا فرصة كويسة جدا جدا للناس اللي هي تكون بتعمل دايت او عايزة تبتلي دايت تقدر تتناس اللي هي تكون بتعمل دايت او عايزة تبتلي دايت تقدر تتناس اللي هي تكون بتعمل دايت او عايزة تبتلي دايت تقدر تتناس اللي هي تكون بتعمل دايت او عايزة تبتلي دايت انا بنقول ان درجة الحرارة بتخلينا نجوع فبنترجم دا الاكل الواحد لو وقف بس مع نفسه دقيقة وعارف هو يأكل ايه او ما يأكلش ايه في لحظة الاحساس بالجوع الشديدة دي هيبتلي ينتهز فرصة الحر ان هو يخص كويس طب انا دلوقتي جعان وسععان وجسمي حرق كويس وجعت زيادة احنا ممكن مثلا ناخد حموس الشام حموس الشام والفشار من الحاجات اللي بنقدر نسمح بيهم زيادة شوية في فصل الشتاء عن بقية فصول السنة او بقية فترات السنة لان حموس الشام والفشار او الدرة بتاعت الفشار سعراتهم الحرية متوسطة نسبيا يعني لا هي عالية اوي زي الفواكه اللي فيها سعرات حرية زيادة او المأكلات اللي فيها سعرات حرية زيادة ولا قليلة زي بقية الاكلات لسعرات حرية قليلة سعراتهم الحرية متوسطة ممكن نستخدمهم كوجبات خفيفة ولكن بقول حموس الشام مفشار مش معنى كده انه اي كمية من ده ومن ده لان الناس عاد بتسمع ان مدام حموس الشام بيستخدم في الرجيم في الشتاء يبقى تخد لها 3-4 كيلو حموس الشام في الاسبوع فتلاقي نفسها بعد الاسبوع من سبع لعشر معالق حمص الشام في الأسبوع حسب الوزن نفسه كل ما الوزن عالي ممكن أقدر أزود وكل ما الوزن أقل أقدر أقلل من عدد معالق حمص الشام حمص الشام مسته إنه لما بتعمل بالمشروب بتاعه أو بالمية بتاعته والتوابل المعروفة اللي بتحط عليه من كمون لشطة للمون لما بنيجي نشربه بيدينا إحساس عالي بالدفئ بيخلينا نحس إن إحنا دافيانين وكويسين بالإضافة إن المية بتملى جزء من فراغ المعدة فإحساس الجوع عندي بيبتدي يقل فيبقى أنا شربت حاجة دفتني وفي نفس الوقت سعراتها الحرارية قليلة ما سببت ليش سمنة فبننصح بسبع معالق في الأسبوع بالنسبة للمية بتاعه حمص الشام نقدر نستخدمها على مدار الأسبوع بأي كمية برحتنا ما فيش مشكلة نفس الكلام بالنسبة للفشار نقدر نقول إن إحنا لدينا سبع معالق درة في الأسبوع ممكن تتقسم مثلا لو عايز أكل يومين بس أو تلاتة أقسمهم تلاتة واربعة زي ما كل واحد يحب أو يحب يستخدمه وكل مكان ما عملتوش بالزيت لو عندي مثلا مايكروويف أو حلة الفشار اللي هي بدون زيت هيبقى أفضل لو ما عنديش إمكانيات لدى أو لدى ممكن أستخدم معالقة زيت واحدة ومالح يكون قليل عشان أقدر أعمله بطريقة كويسة وفي نفس الوقت ما يسبب ليش زيادة في الوزن يعني نقدر نقول إن الوجبة الشتوية اللي بنستخدمها في الدايت إكسترا لها مواصفات خاصة أو مواصفات كياسية لازم تكون بتدفي لازم تكون سعراتها الحرية قليلة لازم تكون فيها نسبة ألياف عالية عشان كده أكتر حاجة بنقدر نزود منها اللي هي شربة الخضار لإن مهما انكلت منها هتملأ حجم معديتي بسرعة ونسبة الألياف فيها زيادة فهتحسسني بالشبع وهتقلل كمان من الشعور بالجوع مون ألو السيدة إسماء ألو أيها فندم أهلا بيك ألو أيها مع حضرتك أستاذين اكتوط التليفزيون برضو واسمعيني من التليفون بعد إسماء حاضر أود أسألنا على الإبر الثينية تمام على الإبر الثينية طيب معليش وطي التليفزيون أنهي نعم الإبر الثينية الإبر اللي هي تمام أصدق استخدامها للسنة ولا للنحفة لا السنة السنة دي لاني وبطلتها سهر ولا سهرين هدخن تاني فيها أية سئلة تانية عند حضرتك نعم فيها أية سئلة تانية عند حضرتك لا شكرا تمام طبعا الإبر الصينية من الحاجات اللي عاملة دجل كتير أو عاملة مناقشات كتير قوي وناس كتيرة بتقول أسحنا لما بطلناها رجعنا تخلنا تاني أسحنا لازم نعتمد على نفسنا لا أصلا هي بتزود معدل الحرق لا أصلا هي بتعمل مشاكل صحية لازم نبقى عارفين إن الإبر الصينية أو الطب الصيني ده علم مستقل بذاته يعني أي دكتور لما بيجي بيركب إبر الصينية هي نظريات بتفسر الإبر الصينية كتير جدا يعني ببساطة كده لو هنقول نابزة عن الإبر الصينية إن الجماعة الصينيين ليهم طب خاص بيهم بيقول إن كل عضو في جسم الإنسان ليه نقط موجودة على الجلد نقط بالمجب ونقط بالسالب يعني لو أنا عندي مثلا خلل في وظيفة عضو معين لو ركبت الإبرة في النقطة دي بتبتلي تنشطه لو عندي زيادة نشاط في عضو معين لو ركبت الإبرة في نقطة تانية بتبتلي تقلله لو إحنا موضوعنا يخص ما هو السمنة أو النحافة لو أنا بشتكي من زيادة وزن في نقطة معينة في الودن بنركب فيها إبر بتقلل الإحساس بالجوع وبتزود نوعا ما الإحساس أو بمعدل الحرق إن يكون عالي تفسير ده احتر فيه العلماء لأن محدش يعرف غير الصينيين تفسير ده بيشتغل إزاي في ناس بتقول أصدقى بيشتغل على مسارات الطاقة في ناس بتقول إن ده إحاق نفسي مجرد ما البني آدم بيركب إبرة في نقطة معينة فبالتالي بيحس إن هو عامل حاجة زيادة فهيبتدي ما يكلش أيا كان دا ولا دا سؤالك يا أسماء أنت لو بطلتيها ترجعها تتخاني ولا لأ أي حاجة لو أنت ما تعلمتيش معاها إن أنت تقللي حجم الوجبة بتاعك وأن حجم بعدتك يكون صغر وتعدلي سلوكك الغذائي هتتخاني يعني إيه يعني لو بتعملي جلسات أو ما بتعملي جلسات بتلعب رياضة ما بتلعبيش رياضة بتاخدي كابسولات أو ما بتاخديش كابسولات لازم تبقى عارفة إن كل دا وسائل مساعدة لبرنامج التغذية أو برنامج الرجيم اللي بتعمل وأيا كان حد بيقولك أو أنت سمعت أصلا لما بطلتها رجعت تخنت هي القصة في الرجيم نفسه دايما بننصح و بنقول للناس اللي دخلوا على تجربة الضايت لازم تبقى عارفة إن دا تغيير كامل لحالة الجسم ما ينفعش إن أنا زي ما قل قولي قولي في بداية الحلقة ما ينفعش إن أنا أكون عايش بطريقة أو باكل بطريقة وفجأة كل دا بيتغير فأنا طبيعي هارجعت خانتاني دا بالعكس دا أنت لما بتبقى عامل الرجيم على رقم معين مثلا بديت ضايت ووزن 80 كيلو وخسيتي 7-8 كيلو ومش قادرة تكملي أو حسيتي إن أنت تعبانة لازم تتكلمي مع الدكتور بتاعك عشان ينصق لك الفترة اللي بعديها هتوقفي إزاي أو هترياح إزاي لإن أنت لو بطلت تبطيل عشوائي وخلاص أنا مش هعمل ضايت ومش هروح للدكتور تاني وبطل كل حاجة مش هترجعي لوزن 80 هتبقى 90 وتقولي أصلا أنا خدت الكابسولات الفلانية أو لما بطلتها تخنت أصلا لما ركبت القبر بطلتها تخنت هي القصة اللي هفدأ ولا هفدأ هي القصة في التبطيل العشوائي للرجيم قمالنا كده كده هنتخن لأ إحنا نقدر نعمل رجيم ونقدر نعرف إزاي نتغلب على سقوعة الجو الزيادة عن اللزوم اليمين دول ونترجم ده ونستفيد بده في برنامج رجيم ناجح إن شاء الله إحنا لو عرفنا أساسا إيه الأسباب اللي بتخلي إقبالنا أو إن بيزود لنا الوزن شوية في الشتاء وعكسنا الأسباب دي هنقدر نعمل برنامج رجيم ناجح أول سبب أو أول غلطة بنوع فيها لما بيبتلي فصل الشتاء يقرب أو يبتلي الجو يسقع فجأة إن إحنا معتقدين إن مدام الجو سقع معنى كده إن إحنا ما نقدرش ننشع المية أو بل بالعكس ده كتير مننا بينصى المية خالص ده إحنا في الطبيعي بنعتمد على شرب المية كبرنامج أو كحاجة أساسية في برنامج إنقاص الوزن دايما بننصح و بنقول إن إحنا لينا 8 كبيات مية كل يوم طيب حد هيسألني يقول لي طيب الجو سائع الجو صعب لا المية مش عايزينها إحنا عايزين نشرب حاجات دافية طيب والحاجات الدافية دي ممكن نحسبها من توتل كبيات المية بتاعتنا يعني إحنا لو لينا 8 كبيات مية كل يوم ممكن نشرب مشروبات دافية بس نقدر نختار أو نقدر نعرف إيه المشروبات الدافية اللي تغنيني عن المية وتكون بديل للمية كتير بيترجم ده لشاي قهوة مشروبات قهوة المشروبات اللي هي قهوة بالكريمر أو قهوة بطعم معين كل دي مشروبات قابل داف في الجسم لكن ما تحسبش من المية بل بالعكس ده إحنا لو شاربنا كميات كبيرة منها من الشاي والقهوة ومشروبات القهوة بيخلي الجسم يفقد كتير من المية الأساسية اللي الجسم محتاجها وإحنا عارفين إن 70% من جسم البني آدم مية فلو فقدنا جزء من تركبنا من المية أو من أساسيات جسمنا من المية أحيانا بيحصل خلل في الإحساس بنقص المية ويترجم لخلل أو إحساس بالجوع يعني أنا أكون عطشان أو جسمي محتاج مية ومخي يقرأ ده أو أنا ترجم ده إن أنا جعان فلاقي نفسي باكل كتير ومازال الشعور اللي عندي موجود لإن هو مش شعور جوع هو شعور نقص مية فإحنا لازم نشرب 8 كبات مية كل يوم دي أساسية وتكون متوزعة على مدار اليوم كباتين الصبح كباتين الظهر كباتين فترة المغرب وكباتين بالليل ولو مش قادر أخدها مية فصورة مية أقدر أشرب شاي أقدر أقدر أشرب قرفة جنزبيل بردقوش كمون كمون بلمون ممكن أشرب نعناع ولو عايزين نشرب شاي عادي أو قهوة ممكن بناخد فنجال أو فنجالين في اليوم تاني خطأ بنقع فيه أو تاني حاجة ما بناخدش بالنا منها إن إحنا ما بنكلش خضار خالص أو ما بنكلش صلطة خالص طبعا أي واحد لما بيجي يعمل رجيم أو متابع معك الدكتور عشان يعمل دايت دايما بننصح إن إحنا ناكل صلطة كتير ناكل خضار كتير طب الجو دلوقتي بيكون سائع ممكن إن أنا ما بقاش قادر إن أنا أعمل ثلاث طبق صلطة في اليوم الخضار بيبقى محطوط في التلاجة فبحس إن أنا لو خدت حاجة سائعة جسمي هيسقع أكتر أو جسمي هيبرد أكتر لأ إحنا ممكن نعمل طبق صلطة كبير أو نحطه مثلا في علبة ويبقى برد تلاجة كده كده مش هيبوز لإن الجو يعتبر بيكون هيحافظ على درجة حرارة الخضار أو مش هيفسد ونقدر نقسم الصلطة دي على مدار اليوم اللي مش بيحب الصلطة أو ما بقاش مقبل عليها أو حاسس إن هي سائعة ممكن نبدل دا بشربة الخضار وشربة الخضار في الحالة دي هيبقى ليها تلات مميزات أولا شربة ودفية فهتقتل أو هتقلل إحساسنا بالساعة أو إحساس إن الجسم درجة حرارة قليلة فهتدفينا دا رقم واحد تاني فايدة ليها إنها تعتبر مصدر كامل للألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية دي الجسم محتاجها لأن شربة خضار يعني فيها كل أصناف الخضار وفي فترة الشتاء ممكن نسمح أو نقول إن احنا ناخد بطاطسايا صغيرة وجزرايا صغيرة في شربة الخضار عشان يبقى طعمها أفضل من الكوسة والفصولية بس فنقدر ناكلها فهتدين احتياجاتنا من العناصر الغذائية والدفينة وكمال مصدر طبيعي للألياف لأننا لما بقول إن احنا ناكل صارتة كتير وكل ما نبقى جعانين ناكل خير وخصف الفررومي عشان نسبة الألياف اللي عالية فيها بتملى حجم المعدة أو بتملى فراغ المعدة فبالتالي بقلل أو بقتل إحساس الجوع عندي فلو بدلت ده بشربة الخضار هقتل إحساس الجوع هدفي نفسي وهاخد مصدر غني بالألياف والبيتامينات والأملاح المعدنية اللي الجسم محتاجة كنا بنقول في بداية الحلقة إن الشتاء فصل زهب لإنقاص الوزن ليه بقى بنقول فصل زهب لإنقاص الوزن لأن طبعا درجة حرارة الجسم 37 درجة لما الجو بيكون حر الجسم بيبتري يعرق أو بيطلع نوع من أنواع المياه الزيادة أو العرق عشان يحافظ على درجة حرارته أو يلطف درجة حرارة الجسم الداخلية فلو مثلا كـ 40 تبتري توصل لـ 37 عكس ده بيحصل في فترة الشتاء أو في فصل الشتاء مع الجو السائع كده كده درجة حرارة جسمنا 37 الجسم بيعمل إيه بقى لما الجو يسائع عشان يحافظ على درجة حرارته بيبتري يحرق من السعرات الحرارية أو بيبتري يحرق أكتر من الدهون المتخزنة فيه وتترجم الدهون دي لطاقة عشان كده الجسم بيبتري يدفى نوعا ما وده بيتترجم من الجسم إحساس زيادة بالجوع طيب إحنا دلوقتي قلنا درجة حرارة 37 أو الجو لما بيسقع الجسم بيبتري يحرق من الدهون عشان يدفي نفسه إزاي بقى نتغلب على شعور الجوع هنرد على السؤال ده بعد ما ناخد الاتصال التليفوني ألو معنا أستاذة سلمة لو سمحت أنا لو سمحت أنا عندي 18 سنة أيوة وعملت 20 وخطيت 28 كيلو شهرين كان وزن كام وبقى كام يا سلمة كنت 79 وخطيت على 58 كويس ده في شهرين أوه في شهرين تمام أستاذين بتوطي التليفزيون شوية بس ميش شكرا كويس من 79 لـ 58 إيه اللي حصل بعد كده أنا ثبت بقى لي دلوقتي شهرين ثبتة تمام بس زيت في يوم 3 كيلو زيت 3 كيلو بعد ما خلصت برنامج التثبيت أوه بقيت دلوقتي 1 ست يوم كويس هل أنت برنامج التثبيت اللي عملتي بعد ما خلصتي بترجعت تكلبا عادي زي الأول ولا لسه مخليها بالك أو محرصة آآ في أول 15 يوم تمام آآ خلصت فيهم كيلو ونصف بعد ما خلصت برنامج التثبيت كويس وأنا دلوقتي عادي أتبت واجنه آآ سؤالي أنت بتاكل عادي خالص براحتك رجعت زي ما كنت في الأكل ولا بقلل أكلك لا بقلل أكلك بقلل أكلك بقلل أكلك بحسة أن أنا زيدة طيب في أيام رجيم بتعمليها في فترة الأسبوع اللي أنت تبقى ماشي عليه ولا كله عادي ومش محرصة لا مش عملت أيام رجيم تمام في أسئلة تانية عند حضرتك نعم في أسئلة تانية عندك لا شكرا لا سؤال سالمة كويس جدا اللي هو برنامج ما بعد التثبيت كتير مننا لما بيروح للدكتور عشان يخس أو بيبتدي يعمل رجيم مع نفسه قبل ما بيبتدي بيفكر هو هيرجع يأكل تاني طبيعي إمتى طبعا هو ده تفكير غير سليم نوعا ما يعني أنا النهاردة لو وزني 100 كيلو ومفوضة أكون 70 كيلو وعملت برنامج رجيم أو برنامج دايت وبدأت أخس وافقد الوزن بتاعي دايما بنقوله بننصح عشان لما خلص الدايت بتاعي وعمل برنامج التثبيت أبتدي أكل بكميات قليلة أوتوماتيك أنا النهاردة لما بعمل رجيم في البداية بحس أن أنا جعال مع كمية الأكل القليلة عايزة أخلي شعور الجوع دا يبتدي قل بالتدريج عشان لما بطل دايت وأكل أي حاجة أكل منها بكميات قليلة وابستسفايد جدا وراضي جدا عن كمية الأكل القليلة دي أول نقطة تاني نقطة لازم نغير ثقافتنا الغذائية أنا ماينفعش أن أنا أكون بعمل دايت وفي أقصى اليمين وملتزم جدا وما بيكلش حلويات كتير ومقلل من الكيك ومن العصير ومن المشروبات وبأكل خضار وصلطة وفجأة بعد ما بطل أرجع تاني الأقصى الشمال وأكل كل دا بكميات حتى لو قليلة لأن مهما كان لو أنا بأكل كل يوم كيس بطاطس وبشرب عصير كتير وبأكل بأكل مشروبات غذية غير أكل البيت وخصونا في السن الصغير زي سلمة 18 سنة طبيعي أن أنا هبتدي أزيد في الوزن لأن لو حاجة اللي بأكلها فيها 150 كالوري أو 200 كالوري وده تكرر 3-4 مرات في اليوم غير الأكل بتاعي هلاقي نفسي بزيد في الوزن تاني إحنا لازم نعرف أو نغير ثقافتنا الغذائية مش هنقول إن إحنا فترة المنع هي المنع الكتيرة أو المنع الأساسية هي فترة الرجيم نفسها لكن بعد ما بنوصل للوزن اللي إحنا عايزينه لازم نقسم الإسبوع بالنصة عشان نحصل يحصل نوع من أنواع التوازن اللي هو برنامج ما بعد التثبيت لو كان السن صغير وقدرة الجسم على التخصيص مفسها كتعالية بقدر أدي أيام مفتوحة أكتر يعني ممكن نقول ناخد 3 أو 4 أيام في الإسبوع مفتوحين وال3 أيام التانيين أو الأربعة التانيين رجيم بحيث أن يبقى الإسبوع فيه توازن لو أنا طبيعة جسمي من اللي بتدخن بسرعة أو قضيت فترة كبيرة من عمري تخين وبتليت أخص على كبر معنى كده أنه قدرة الجسمي على السمنة بتبقى عالية جدا لازم أعرف المعلومة دي أخد 5 أيام في الإسبوع يبقوا رجيم أو أكل متوسط سعراته الحرارية معتدلة وأخد يومين فري مش أكون في أقصى اليمين بعمل رجيم قاسي وبعد كده أرجع تاني مرة تانية لأقصى الشمال فبالتالي هرجع تخن تاني فبنصحك يا سلمة لازم يبقى فيه أيام دايت في الإسبوع على الأقل 3 أيام كل إسبوع يكونوا بيتعاملوا رجيم عشان اللي بيتاكل في الأربع أيام المفتوحين يتحرق جزء كبير منه في 3 أيام التانيين مع ممارسة الرياضة كل يوم وتطبيق النصائح العامة اللي تخص الدايت من شرب ميا من أكل خضر وصلطة كتير من تصبيت موعيد الأكل عشان تبقى حالة الجسم دايما في معدل حرق عالي يحرق أي أكل بيكلوا فاتحافظي على الوزن اللي انت خستين إن شاء الله كنا منتكلم قبل التليفون عن إن الرجيم العصر أو الفصل الزهبي لإنقاص الوزن طيب معنا تليفون تاني ألو أستاذ هشام معنا تليفون تاني ألو أهلا بيك أستاذ هشام أستأذنك معلش وطي التليفزيون شوية واسمعني من التليفون أهلا بيك أفن أهلا بيك أفن أعمل يا دكتور تفضل أنا كوزمي وصل لـ 65 وبعد كده مازلت شي تاني حراك كنت كام 65 65 كيلو ده وزنك أه فعلي زيد بقى ثاني بقى يعني أنت كنت أقل من كده وتخنت لـ 65 أه كنت كنت كنه كنت كنه 50 بقى فالقانتي جم وكده ووصل عند 65 ومر بيشي زيد تاني يعني حضرتك زدت من 52 لـ 65 بالرياضة بس ما خدناش بأدوية أو مكمنات غذائية أو نظام غذائية لا 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 ما خدتش حال ده كويس سن حضرتك قد إيه؟ لا سن 21 وطولك؟ وطولي حوالي مية خمسة وسبعين برضو مية خمسة وسبعين صمت طيب هل حضرتك في أماكن معاناة حاسس إن هي رفيعة مقرنة بقية الجسم؟ أو ملّ الجسم كله شكله متناصب؟ أيوة أيوة أيدي منطقة الإيد كلها؟ أو اللي فوق كافة الإيد؟ الدراع يعني؟ لا يعني من القوم تحت يعني؟ تمام أرد على حضرتك حالان في أي سئلة تانية؟ تسلم باش أهل بيك تحت عملك أستاذ هشام إنت ممكن تكون وزنك ده قريب جدا من المثالي إحنا دايما بنقول سواء لشخص بيشتكي من سمنة أو من نحافة وعايز يزبط وزنه يبقى في المثالي بنعمل في البداية تحليل مكونات الجسم عشان نعرف الوزن بتاعك المية فيه قد إيه الدهون قد إيه العضم والعضلات قد إيه والوزن المثالي المفروض يكون كام لأن ممكن يكون وزنك 52 كيلو لكن عندك الكتلة العضلية قليلة والدهون كتيرة ممكن يبقى وزنك 52 كيلو والعضلات كويسة والدهون كويسة والمية هي اللي قليلة فإحنا لازم نعرف الخلل فين ونبتدي نقومه طيب انت ما عملتش ده في البداية أنصحك ان انت تعمله دلوقتي عشان تعرف ال65 كيلو اللي انت وصلت لها رغم انه ممكن يكونوا مش عاجبينك أو ان انت حاسس ان انت عايز تكون أكتر من كده ال65 كيلو لو بالنظر كده أو بالكلام المبدئي انت عشان طولك وسنك ممكن تزيد 4 أو 5 كيلو على أقصى تقدير هيبقى بالنسبة لك كويس جدا بس المهم ان انت لما تيجي تزيدهم تزيدهم من المكونات السليمة ان المية تبقى في المعدل الطبيعي ليها الدهون تبقى في المعدل الطبيعي ليها العضلات تبقى في المعدل الطبيعي ليها والحاجة الوحيدة اللي ما بتضيقناش كده كترة أو ما فيه بتسببش أي مشاكل من زادتها هي وزن الكتلة العضلية ان هي تبقى أكتر من المثالي لان طبعا البادي بيلدر او الناس اللي بتلعب جيم او بتبتلي تكون عضلات الكتلة العضلية عندهم بتبقى أزيد من المثالي بشوية ودي ما فيهاش مشكلة الا في حالة تبطيلك للرياضة دي تبطيل عشوائي او ان انت كنت بتلعب وبعد كده بطلت خالص كل العضلات دي بتبتلي تفقد الكتلة تاني بتاعتها مرة تانية وبتبتلي تتحول الى دهون فخلي بالك مدام انت دخلت بدايرة الجيم يفضل ان انت يبقى ليك برنامج رياضي اسبوعي على الاقل مراتين او ثلاثة في الاسبوع وممكن لو عايز تطمئن على حالة الجسم العامة نعمل تحليل صور الدم كاملة تحليل براز كامل وظايف كبد وظايف كلا عشان لو فيه اي خلل في اي حاجة نبتلي نزبطها مع تصبيت الوزن اللي المفهول تكون عليه كنا منقول الشتاء الفصل الزهبي لانقاص الوزن لان درجة الحرارة السقع قوي دي بتخلي الجسم يبتلي يحرق طاقة او يبتلي يحرق من الدهون عشان تتحول لطاقة عشان يدفي نفسه طب يبقى انا كده لو انا في الطبيعي مثلا لما عملت تحليل مكونات الجسم بقول ان انا بحرق يوميا لما باجي امشي نص ساعة 200 او 300 كالوري في الشتاء لو مشيت نص ساعة هحرق اكتر من 200 او 300 كالوري هيبقى 300 او 400 معنى كده ان المجهود الحركي هو هو لكن عشان اتجو الساعة خلى جسمي يحرق سعرات حررية اكتر ده رقم واحد رقم اتنين أو معدل الحرق اثناء الراحة حتى لو انا قاعد على كرسي ما بعملش اي حاجة خالص او اي مجهود جسمي بيحرق سعرات حررية او بيبتلي يحرق دهون عشان يحافظ على درجة الحرارة يعني انا معدل حرقي يعتبر الضرب في اتنين لمجرد ان الجو سقع طيب مدام حرقت كتير هبتلي حس بجوع طب اكل ايه بقى هي دي النقطة لما انا حس ان انا جعان او ان انا عايز اكل او اشرب حاجة عشان الجو سائع هنقول بالظبط ايه يسبب لنا تدفئة وما يخليش الوزن يزيد بس بعد ما ناخد التليفون الو الو سلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم وسلام عليكم لا سمعت كنت عايزة لحضرتك انا لسه جايبة بيبتلي باقي ده وسهرين ونص الحمدلله على سلمتك مدام بوله على سلم حديثات بس كنت حسن لبن يضعيف وكده باياليت حضرتك يعملين نظافه لزيد لبن اه لكن حضرتك من الوزن كويس ومفيش لا هي ضعيفة لا وزن حضرتك ووزني حضرتك أنا يعني حاجة وستين تسعة وستين كويس في أي حاجة صحية نشتيك منها؟ أنا لا الحمد لله طبعا يا مدام منع هو طلب حضرتك برنامج تغذية خاص بحالات الرضاعة إحنا إن شاء الله أوعد حضرتك إن إحنا هنعمل حلقة كاملة على الرضاعة وإزاي نعمل برنامج يكون برنامج غزائي يكون لبن بصورة كويسة وبكميات كويسة سواء الوزن زيادة أو الوزن طبيعي هعمل لحضرتك برنامج خاص إن شاء الله أو حلقة خاصة عن نظام الرضاعة طيب إحنا من ضمن الأسباب اللي بتخلي فصل الشتاء فرصة زهبية للتخسيس بس إن إحنا نفهم الموضوع صح دايما الناس بتربط التعرق أو العرق بالتخسيس يعني مدام أنا لعبت رياضة وعرقتي كتير يبقى أنا خسيت كتير أو لو أنا لعبت رياضة ومعرقتش خالص يبقى أنا ما خسيتش خالص هو الموضوع لكده ولا كده هو زي ما كنا بنقول في بداية الحلقة إن العرق هو رد فعل طبيعي للجسم اللي الحفاظ على درجة حرارته أنا درجة حرارت 37 اللي عبت رياضة الجسم سخن بقى 39 بقى 40 طبعا مش هيسيب نفسه كده بيبتلي يعرق عشان يحصل نوع من أنواع التلطيف طب دي مشكلتها إيه بقى أو دي مش موجودة في فصل الشتاء ده مشكلته لمين؟ للناس اللي بتشتكي من نسبة زيادة من الوزن من المية يعني أنا وزني في مية زيادة فبالتالي كان فصلة الصيف أو اللي لما بلعب رياضة في الصيف بعرق أكتر فببتلي أفكت كمية من المية الزيادة مش من المية الأساسية عشان كده بنقول في الأول لازم نعمل تحليل مكونات الجسم هنطلع فاصل وبعد كده نرجع نكمل موضوعنا عن الرجيم في فصل الشتاء مدام مي أهلا وسهلا بيكي أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك لسهلت الدكتور أنا وانده مرتين قايصري تمام وكان وزني يوصل للمت كيلو مت كيلو ده قبل الولادة ولا بعد الولادة التانية لأ بعد الولادة يعني أنا في دفلة أولد كان وزني مت كيلو كويس تمام وعملت رجيم تواسي جدا ولعبت رياضة وآيروبرس وكل حاجة ووزن دلوقتي يوصل لسبعة وسبعين سبعة وسبعين فقد إيه مدة؟ ماناتولي مية تلاتة وسبعين أو مية خمسة وسبعين ده كويس خالص فقد إيه مدة؟ دكتور دسمي كله تشد وبقى كويس جدا معدد دينابي أنا حاسة ديناب كبيرة قوي وفيها ترهولات جمدة قوي جناب البطن ولا جناب الفخدين الرجلين يعني؟ لا البطن يعني البطن والدناب الجناب عندي حاسة نهية كبيرة قوي يعني مترهلة معاني دسمي كله مزدود بس الدناب دي عندي فيها مشكلة هل حضرتك ما قلتش خالص وانتي بتعملي رياضة أو الرجيم ده ولا قلت بس بطريقة أقل من بقية الجسم؟ بالضبط بطريقة أقل من بقية الجسم بطريقة أقل من بقية الجسم هل جربنا طيب أي نوع من الأجهزة تشد الترهولات أو إذا بتدهون موضعيا؟ لا بصراحة مجربتها وستنعيز أدل حاجة السؤال ده وضعها لو أنا الحاجات دي ممكن فعلا تجيب معايا نسيدة ولا الأجهزة زي ما بتجيب سنسيدة بالنسبة للدناب كويس هسأل حضرتك بس بالتقريب كده مقاس وسط حضرتك كام بالمزورة؟ أو مثلا لو بتلبسي بمطلون مقاسه كام بس أنا حاسة أنه وسطي كبير يعني جسم كله فاية وحاسة دلوقتي أنه وسطي عريب قوي طيب وقل في اللبس والحادات دي بيوا مضيقني جدا قل بنسبة كام في المية عن بقية الجسم لأن أنت من 100 كيلو ل77 ده رقم كويس جدا هل قل بنفس المعدل ولا أقل حاجة بسيطة ولا يعتبر مقلش خالص؟ لا يعني قل بنفس المعدل بس عشان خاطر كمان أنا كان من قبل مرض أخيس كان برضو كان كل الزيادة في جنابي كويس هل حضرتك شكل الجسم وراسي شوية يعني مثلا لو لك إخوات أو والدتك أو قريبك لا 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 أنا متجوزة من 3 سنين وقبل الجواز كان دسم متنصف جدا ما فيش أي حاجة خالص مع الحمل بقى الولادة وكده التخ نجي في الجناب ده في حد ذاته حاجة كويسة هيحسن إن شاء الله الاستجابة فيها سئلة تانية عند حضرتك؟ لا مرسي شكرا لك يا دكتور بص يا مدام مي كون إن حضرتك أساسا العامل الوراثي مش موجود سواء عيلة لها شكل معين زي ما دايما بنقول السمنة الموضعية بيبقى لها علاقة بالعوامل الوراثية ده بيحسن جدا النتيجة أو الاستجابة أو إن طبيعة جسمك إن شاء الله هترجع لأقرب فرصة أو أقرب نتيجة زي ما كنتي قبل الحمل لازم نبقى عارفين إن ما فيش حد بيرجع 100% بنرجع بنسبة 70% 80% 90% 60% حسب شكل الجسم أساسا قبل الحمل والولادة كان إزاي ولكن لازم نبقى عارفين إن اللي بيسبب سمنة غير قطر الأكل والحمل نفسه التغير الهرموني اللي بيحصل نتيجة الحمل من المتكرر والولادة المتكررة لأن الهرمونات الأنسوية لها علاقة مباشرة بمعدل حرق وتكوين وتوزيع الدهون كمان يعني ممكن حد أو واحدة تبقى قاد للجواز ما عندهاش منطقة جناب خالص وبمجرد ما تتجوز وتقوم بالسلامة تولد يحصل بروزات دهنية في أماكن معينة ما كانتش موجودة نتيجة تغيرات في بعض الهرمونات طبعا أنت خسيتي من مية ل77 وده شيء كويس جدا جدا بنصح حضرتك مباشرة روحي أقرب مركز لك سمنة موضعية قريب منك لازم يكون عنده المزيج أو الكوكتيل ما بين الليزر البارد والكابيتيشن ألترا ساوند لو أنت عندك بوائي دهنية أو في بوائي ترقومات دهنية هنعمل عدد من الجلسات دي وهنعمل معاهم كمان الريديو فريكونسي لشد الترهل طيب السؤال دايما اللي بيضطرح هو أنا هخس قد إيه أو هخس هعمل كم جلسة طبعا الأجهزة دي مش أجهزة سحرية مش اللي هو هتعملي 3-4 جلسات وخلاص هترجعي كويسة أو ترجعي زي الأول احنا بيقول الحد الأدنى 8 جلسات للمنطقة الوحدة ويفضل أن أنت تعملي المنطقتين مع بعض يعني أنت لو عندك جناب وبطن يفضل أن أنت تعملي منطقة البطن ومنطقة الجناب في نفس الوقت بحيث أن شكل الجسم يبتدي يتزبط بتناسك مع الفترة دي لو أنت وصلت للوزن المثالي وانت فعلا قريبة من الوزن المثالي لازم تكوني بتعملي برنامج رجيم لمنع دخول أي دهون جديدة أثناء فترة الجلسات لأن أنا ما ينفعش أكون بعمل الجلسات ليزر أو كابيتيشن وبزود حرق الدهون وانزل أكل بعد الجلسة عادي أو أكل بقيت الإسبوع عادي أنا كده بضيع تأثير الجلسة فكملي دايت أعملي الجلسات ولو عايزة تعززي النتائج أو تزودي كمان النتائج نقدر نعمل التمرينات الموضعية لعضلات البطن الجانبية وعضلات الفاغدين إن شاء الله هتوصل للنتيجة كويسة جدا معنا تليفون تاني ألو أنا سيسارة كنا بنقول اكتئاب الشتة طيب اكتئاب الشتة دا ليه سببين أول حاجة أول سبب أن جو السائع وغالبا كلنا أو خروجنا بيقل إلى حد كبير في فصل الشتة بيزود أن الواحد يبقى متداي عشان بيقل إفراز هرمون السيروتونين أو اللي هو هرمون السعادة فبيخلي البني آدم حاسس أنه موده متغير أو حاس أنه هو متدايق حاس أنه مش سعيد بنعالج دا عن طريق أن نحن نشم فانيليا لأن الفانيليا ريحتها حلوة وفي نفس الوقت شم الفانيليا مش هسبب لنا أي زيادة في الوزن خالص بل بالعكس دا هيزود إفراز هرمون السيروتونين في دراسة عملت بتقول أن نحن لو كل يوم الصبح أو في أي فترة من فترات اليوم شمينا ريحة الفانيليا بتخلي الواحد حاس أنه هو سعيد أو هو مبسوط لأنه بيزداد إفراز هرمون السيروتونين وهو هرمون السعادة دا الحل الأول الحل الثاني وده موجود دلوقتي في الصيدليات في أقراس أو بمبوني بنقول عليه بمبوني التخصيص لأن نحن لما بيقل إفراز هرمون السيروتونين أو مع الواحد لما بيكون متدايق غالبا بيدور على الحاجات اللي طعمها حلوة أو على الحلويات لأن الحلويات بتعمل رد فعلا طبيعي لإفراز أو زيادة إفراز هرمون السيروتونين فالبنبوني ده موجود في الصيدلات دلوقتي لما نحس ان احنا عايزين ناكل حاجة حلوة او حاسين ان احنا متدقين ممكن ناكله او ممكن نمضغه بيقل الشعور ده لانه طعمه المسكر او طعم الكويس وهو معمول منسكر بديل بحيث ان هو ما يزودش في الوزن بيخلينا يزيد افراز هرمون السيروتونين ونحس ان احنا كويسين او حاسين ان احنا سعداء كمان من ضمن الحاجات اللي بتزود اكتئاب الشتاء او الاكتئاب في فصل الشتاء ان غالبا بنصح ملناش نفس ان احنا ناكل وفترة الظهر لا ناكلش حاجة وبنترجم الاكل كله لوجبة واحدة بس في اليوم زي ما دايما بنقول ان احنا لازم نفتر ونتغدى ونتعشى عشان الجسم يبقى دايما في حالة حر لا احنا لازم اكتر في فصل الشتاء نوزع الوجبات بتاعتنا على مدار اليوم عشان يفضل دايما مستوى السكر في الدم ماشي خط مصاقيم لا بيعلى ولا بيقل لان مستوى السكر لما بيبتدي يقل او بيحصل له انقفاض ده بيترجم لاريافة او الواحد حاس ان هو مدايق او حاس ان نموده مش مزبوط فلازم ناكل وجبات متوازنة بتوازع فيها العناصر الغذائية على مدار اليوم عشان يتغلب على موضوع اكتئاب الشتاء كمان فاصل كنا بنتكلم قبل الفاصل عن العرق ودوره في فصل الشتاء او انه بيقل فصل الشتاء فبالتالي بنحس ان احنا بنخسش كنا بنقول ان احنا مفوت في البداية قبل ما نبتدي نعمل اي برنامج دايت او برنامج ريجيم بنعمل تحليل مكونات الجسم عشان نعرف الميا والدهون والعضلات طيب انا دلوقتي النهارة دا لو عملت التحليل دا ولقيت عندي نسبة الميا زيادة والمفروض ان اول مصدر طبيعي لاخراج الميا زيادة لانه لما باجي اعمل رياضة بابتدي اعرق طب في الشتاء دا مش موجود نتغلب على دا بايه اول حاجة اعرف هي الميا زيادة دي بتيجي ليه يعني ليه الميا بتتحبس في جسمي هل باخد نوع من الادوية مثلا زي الكورتيزون او مضادات الحساسية هو اللي بيحبس لي الميا ولا انا ما بشربش ميا كفاية فالجسم بيحس بنقص بالميا فبيحبس اي ميا جوا هل مثلا باكل شطة كتير حوادق كتير مخللات كتير فده بالتالي بيحبس ميا اعرف السبب الاول وابتلي بطلو ده هيبقى جزء من برنامج العلاج بالاضافة اني لازم نشرب ميا كتير على مدار اليوم مش بس الميا عشان ترفع من معدل الحر او تخلي الجسم ما يحصلوش القصة بتاع الاحساس بالجوع والعطش وانه يفهمها غلط لا ده انا لازم اشرب ميا كتير عشان ادوب اي املاح زيادة محبوسها في جسمي او باخدها من فترات سابقة او كنت بقولها فترات سابقة فيبتدي الجسم يفقد الميا عن طريق البول وعن طريق العرق لو انا مرست رياضة بمدة زيادة ممكن عشان ازود العرق عشان اخرج معا الميا زيادة ان انا ابتدي البس بدل التمرين مثلا مصنعة من البوليستر او اللي هي ووتر بروف شوية بحيث ان هي تبتدي تسخن جسمي ممكن كمان لو نسبة الميا زيادة جدا الجأ لبعض مدرات البول ولازم لكن لازم تتاخد تحت اشراف طبي وتتاخد بجرعات محددة عشان ما يحصلش هبوط معاها في الضغط فيبقى احنا كده تخلصنا من الميا زيادة وتغلبنا على جزئية العرق اللي مش موجود معنا تليفون سيد احمد اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بحركة فلس اهلا بيك بعد اذن كان عندي 21 سنة ووزني 145 تمام وطولي 182 طيب عملت رجيم قبل كده يا سيد احمد نعم عملت دايت قبل كده او رجيم قبل كده ايو للأسف بس يعني فشلت فيه فشلت المشكلة عندي ان المياه عندي في كثني زيادة تمام انت عملت يعني انت عملت تحليل مكاملة الجسم اللي بقول له حضرتك عليه عملت عملت وده اثبت ان يعني كمية المياه اللي في كثني اعلى من المعطل الطبيعي طيب تفتكر كت اعلى بقد ايه يعني كت كم كيلو زيادة اه بنسبة 61% يعني انت بمفروض ان المياه عندك تبقى كام وباقت كام في التحليل ده او طلعت كام في التحليل ده هو انا عملت التحليل اثبت ان نسبة المياه في الهيس ما عندي 61% واحد وستين كيلو قصدك مش واحد وستين في المياه لانها لو واحد وستين في المياه هيعتبر كده طبيعي واحد وستين كيلو واحد وستين كيلو ممكن اه من المياه خمسة واربعين تمام ممكن اه تمام طيب التصرف كم عداز زي عملت ايه او خدت ايه اما انا بسأل حضرتك اه انت مجرد عملت تحليل بس يعني اه يعني عملت تحليل بس اه لسه بقى عايز اشوف اعمل ايه ولا صرف ازاي طيب نسبة الدون كتا عندك كام والله مش متذكرة والله لا اه انت عملت التحليل وركزت نقطة المياه اه طيب اه انت بتشرب مياه كتير اه بشرب مياه كتير جدا اه طيب بتاكل حوادي كتير شطة كتير مخللات ممكن اه بتاكل مغبوزات كتير نشويات قصدك ام لا مغبوزات الحاجات اللي بتتباع في الفرن لا البقصمات البتيل الكروسون كده لا لا حاجات دي ما بكلهاش ما بتاكلهاش خالص بتاكل حاجات متعبية في كيس كتير البسكوتات الكيس البطاطس الحاجات اللي فيها مواد حافظة عالية لا طيب يعني انت بتاكل حوادي وبتشرب مياه اه طيب استوز احمد انت لما عملت رجيم انت بتقول لي انت فشلت هل فشلت لانك ما قدرتش تستمر ولا لما طبقته ما لقتش نتيجة خالص هو انما طبقته بالفعل من الاتش نتيجة تمام ارد على حضرتك على تحت امرك اه تعريف الفشل وانا بعمل رجيم بيختلف من شخص لشخص الفشل في الرجيم تلت انواع النوع الاول اللي هو زي استوز احمد كده انا عملت رجيم وملتش نتيجة طيب هل انا عملته صح هل انا طبقته كويس هل انا مشيت وانا بعمل الرجيم ده ولا مجرد اكلت فرخمة شوية وكلت عيش سنة وكلت جيبنا قريش فكده خلص انا بعمل رجيم ده احتمال في احتمال تاني او سبب نوع تاني من انواع الفشل ان انا اكون بعمل رجيم وخست فعلا لكن ما قدرتش تستمر عليه او عمالة خصة عمالة خصة وبعد كده وده النوع التالت وصلت لمرحلة التوقف النهاردة اللي هو بيسأل هل اصد احمد انه عمل رجيم وما خستش طيب هفترض انه هو طبق البرنامج كويس جدا يعني مش على رجيم متوازن للعناصر الغذائية متحدد عن طريق دكتور عشان زي ما دايما بنقول ان كل شخص اللي الرجيم الخاص به اللي يتماشى مع حالك جسمه مع مكونات جسمه برقم واحد لازم يكون بمارس رياضة مع الرجيم ده او بامشي على القل كل يوم نص ساعة عشان بتريعوض النقص في معدل الحرق لان انا ممكن اكون بتحرك كتير اه لكن الحركة دي اقل من معدل الحرق والمفوض ان انا كون بعمله يعني فيه ناس بتفتكر ان هي مدام بتمشي نص ساعة كل يوم ان ده كافي لأ ده ممكن يكون النص ساعة دي ده العادي والجسم محتاج عليها نص ساعة كمان دي حاجة الحاجة التالتة اللي هي تصبيت الموعيد لو انت طبقت ده التالت حاجات رجيم كويس حركة كويسة تصبيت معوعيد ملتزم كويس جدا جدا ومخستش لازم تبتدي في البداية تعمل تحليل هرمونات كامل لان انا عندي مشكلة في الغدة وباكل غلط وممكن يكون تخين لان انا باكل صح لكن عندي مشكلة في الغدة فبنصح حضرتك ان انت تعمل تحليل هرمونات الغدة الدرقية التالتة نعمل كمان تحليل كورتيزول كورتيزول بالقل مش بالقل تسعة صباحا وتسعة مساءا لان انت بتقول ان عندك نسبة المية عالية جدا جدا فانا عايز اعرف هل حبس المية ده او زيادة المية لان ما باكلش باكل مخللات كتير ومشرفش مية كفاية ولا عندي مشكلة في هرمون معين بيزود ترسيب المية او بيحبس المية في اماكن معينة لو عملنا التحليل دي ممكن تعرضها على دكتور غضة صماء يشوفها لك يقولك ايه الوضع المفوض يكون ايه او المشكلة في ايه وبعد كده تعمل برنامج رجيم خاص بالحالة بتاعتك ولازم يكون عن طريق دكتور مش عن طريق اجتهاد شخصي لان انت ممكن تحط لنفسك رجيم ويكون غلط بالعكس ممكن كمان يتخنك معنا تليفون تاني ايه سلام عليكم سلامة الله اهلا وسهلا بيك اهلا بحضرتك لا سمحت انا طولي 165 طلعون ووزني كان 75 وعملت ضايت بقى 65 بس بعدها بطلت بس محافظة يعني محافظة في الاكل وبعمل رياضة على طول بس هو سبت على كده ما بينزلش كويس هو سنة حضرتك قد ايه 19 19 عب انت شايفة ان الخمسة وستين كيلو اللي حريك وصلت لها مش راضينيك او حاسة ان هم كتير لسه لا هو هم معقولين بس هي فيه يعني منطقة البطن مش مش قوي اه هو شكل الجسم هو اللي مش راضيكي او مش وصلة للي انت عايزان اه نوعا ما يعني نوعا ما تمام يعني حريك بتسألي على منطقة البطن فيها سئلة تانية عند حضرتك لا شكرا طاحت عملك صارى وزنك يعتبر قريب جدا من المثالي انت لو وزنك 75 كيلو بقى 65 وطولك 165 مع سنك 19 سنة احنا نتكلم بالكتير في 2-3 كيلو هو اللي ما فوت تخسيهم اكتر من كده لازم تكوني صبورة شوية لان بعد فقدان كمية من الوزن الجسم يبتدي يقاوم عملية الرجيم نفسها فخليكي صبورة ان شاء الله هتوصل لهم اللي 2-3 كيلو بالنسبة للسمنة الموضعية او تراكم الدهون في منطقة البطن بيبقى ان حضرتك انسة وسنك صغير قدرة جسمك على حرق الدهون دي عن طريق الرياضة ان شاء الله تكون عالية انصحك ان احنا نعمل تمرنات البطن لكل عضلات البطن او كل مجموعات عضلات البطن العلوية والسفلية والجانبية لو عملناها لمدة 3 اسابيع او 4 اسابيع ولقيت النتيجة مش مرضية بالنسبالك ممكن نبتدي ندخل جلسات الليزر البارد مع الكافيتيشن ألترا ساوند مع التمرنات دي هتلاقي نتيجة كويسة جدا ان شاء الله انصحك ما تلبسيش اي كورسي انصحك ما تلبسيش اي احزمة من احزمة التخصيص لان هي بتزود احزمة التخصيص او اللي بتقال عليها احزمة التخصيص بتشد الجلد فبتحسسك ان انت بطنك مش موجودة لكن بمجرد ما تقلعيها التراهل بيزيد في 2 وفي 3 البضيهات الضيقة بتزود كمان تراهل منطقة البطن فيفضل ان انت تبعيدي عن الثلاث حاجات دول في فترة العلاج وحتى كمان بعد العلاج عشان ما ترجعش البطن مرة تاني كنا منتكلم قبل التليفونات عن الاسباب اللي بتخلي معدل الحرق قليل او معدل الحرق عالي وازاي نعمل رجيم في فصل الشتاء من ضمن الاسباب الاساسية والمباشرة اللي بتبوز اي رجيم او بتخلينا مش قادرين نعمل رجيم في الشتاء هو الاكتئاب او اكتئاب الشتاء كلنا طبعا تحت الظروف وكل حد فينا ليه ظروف خاصة به فكلنا بنحب الاكل او بنترجم الضغط العصب اللي احنا فيه ممكن كمان لأكل في الشتاء الموضوع ده بيزيد اكتر حتى لو انا ما عنديش اي ظروف او مفيش مشكلة بلاقي اقبالي على الاكل اكتر لان بيبقى الواحد غالبا قاعد في مكان لابس بطنية او لابس روبو متدفي وبيتفرج على التلفزيون فبيلاقي نفسه اوتوماتيك عايز ياكل هنقول ازاي نعالج ظهارة اكتئاب الشتاء دي بس بعد ما ناخد التليفون استاذة نرمين اهلا بيكي الو الو السلام عليكم سلام عليكم سلامة الله وبركاته بيكي دكتور اهلا بيك يا فنج انا نرمين اهلا بيك اتفضلي انا عندي انا عندي عشرين صنع ووزني خمسة وصبعين كيلو بس عندي مشكلة الارضف والبط كويس طول حضرتك يعني مية خمسة وخمسين كيلو تمام هل حاولت تعملي اي حاجة للتخصيص الموضعي او عمال ترجيم او حاجة لان وزنك اعتبر زيادة اه بس ما فيش نتيجة بس ما فيش نتيجة خالص ولا ما فيش نتيجة بالقدر اللي انتي متوقعاه لا ما فيش نتيجة خالص عادي يعني كل مرة باوزي النفسي بلاقيني نفسه برضو ما فيش حاجات غيرتك كويس ده بالنسبة للرجيم انت ترجيم دعبها لوحدك ولا مع دكتور لا لوحدك كده اه لوحدك طيب اه اكتهادي يعني مش حاجة مثلا مدروسة او حاجة ملأ مليكي او انتي عارفة انها ملأ مليكي اه كويس طيب انتي منزلتيش في الوزن ومنزلتيش كمان في الشكل في ميه منزلتيش في الوزن ومنزلتيش كمان في الشكل او منطقة البطن والجوانب اللي مدائق حضرتك لا 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 تمام او اللي محتاجه جسمك عارفت منين ان الزيادة في نسبة الدهون او في نسبة المية ومفوض تمشي على رجيم من نوعية خاصة عارفت منين التعليمات الخاصة بالتغذية او التعليمات العامة بخطوات الرجيم او ازاي ان احنا نعمل رجيم ما ينفعش ان انت تعمل رجيم مع نفسك خصوصا ان انت سنك يعتبر صغير اه خلصتي مراحل الدمو بس انت لسه في مراحل بداية عمرك المفوض ان الرجيم اللي تعمليه يكون متكامل الاركان يعني يغزيكي يدي جسمك العناصر اللي محتاجها يخليكي كمان تخسي ويخليكي تخسي من اكتر الاماكن اللي مدائقاكي معا طريق الرياضة الموضعية او جلسات التخصيص الموضعي حسب ما يشوف الدكتور اللي هي تبعك لازم تروحي الارف دكتور ليكي يعملك تقييم كامل وفحص كامل ويبتري يحددلك البرنامج اللي هتمشي عليه لو ظروفك ما تسمحش ان انت تروحي له كل اسبوع على الاقل رحي له مرة او مرتين في الشهر بحيث ان انت تبقي ماشي على برنامج مدروس ملائم ليكي لان انت ممكن بعد كل ده فعلا تعملي دايت وما تلاقيش الاستجابة المطلوبة نبتري نعرف الدفوهات فين او الغلطات ايه عشان نقومها صح لان ممكن او بعض الناس بتبقى مظلومة في الرجيم ان هي بتعمل رجيم كهاز جدا وتعمل كل حاجة ما بتخسش بس دور الدكتور انه يبتري يحط ايده على الويك بوينت او السبب اللي بيسبب لك عدم نزول او عدم خسسان عشان يبتري يقومه او يبتري يصلحه عشان توصل الى اللي انت عايزها ان شاء الله من ضمن الحاجات اللي ممكن نستخدمها في فصل الشتاء عشان يبقى برنامج الرجيم ناجح وفي نفس الوقت السعرات الحرية تبقى معتدلة ويدين عناصر غزائية كاملة الكوباية الشعبية كوباية البليلة كلنا بنحب البليلة كلنا بنحب الرقائق الزرقة او الكورنفليكس فاحنا ممكن نستخدم ده اكتر بصورة اكتر في فصل الشتاء وطبعا فوايدهم عالية جدا جدا لانها بتبقى حبات امح كامل فبتبقى غنية جدا جدا بمضادات الاكسادة بعناصر غزائية هامة الجسم محتاجها مش بس عشان صحتنا تبقى كويسة لا ده كمان حبات البليلة مع اللبن بتخلي ان معدل حرقنا يعلى لان فترة الشبع بتاعتها بتبقى عالية جدا مع استهلاك الطاقة او مع الحركة ببتدي احرق دهون اكتر اتمنى ان انا كون رديت على كل اسئلتكو وان شاء الله اشوفكو في حلقة جديدة مع برنامج العيدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة